حبيب الغاليين اهلا بكم. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم حقيقين احلامكم ان شاء الله رب العالمين. الفيديو ده هنحلي فيه مع بعض. جزئية الخاصة بالوحية التانية. وهتلاقي برضو بعدها مباشرة الامتحان الخاص بالوحية التانية. وبكده احنا نزلنا الوحية الاولى والتانية من كتاب كاملين مكملين. طبعا زي ما انت شايف الفيديوهات بنمزل فيها المجهود الذي يليق بك. في جزئيات بتكون مسجلة بس انا بعدلها عشان تبقى مناسبة لنسخة الفين واربعة وعشرين. اؤكد على فكرة لو حضرتك معاك نسخة الفين تلاتة وعشرين او نسخة الفين اربعة وعشرين فهم الاتنين زي بعض ما تشتريش جديد. فتعالوا نبدأ بسم الله. اول سؤال بقول لك لما نكتب تقرير رسمي. المفروض استخدم ايه? الاختصارات لأ ممنوع نستخدم الاختصارات اصلا في اي كتابة رسمية. علامة التعجب. لا. استخدام بروسوس. انت حر اكتب بروسوس او بجاف ده مش موضوعنا. لكن انت مفروض تستخدم اللي هي صيغة المبني المجهول. طيب. ودائما بأكد ان صيغة المبني المجهول هي صيغة رسمية في الكتابات حتى انت زي ما قلت لها بكده لما تكون بتحجز غرفة بيرد عليك في رسالة على الايميل ويقول لك او يعني الغرفة تم حجزها بشكل مختصر. طيب بقول لك بقول لك. بقول لك. لاتنين دول ما استخدم عشان نربط بهم جنيتين بيكون بينهم تناقض. بقول لك بقى. شو بيبين ايه يا ترى? قرار للحصول على العرض الجديد من غير ما كمل اصلا اي كلمة وكلام خالصان كده. اي كلمة معناها ولكن الكلمة دي بتفيد حاجة من دولي. اما ان احنا نقول او انك تقول او انك تقول واحدة مترها دول. ولو انت قرأت سريعا كده هتلاقي الرجل بقول لك مقارنتهم بين حقيقتين. السؤال التالت بقول لك وايه يعني يعني بينما اي كلمة بمعنى بينما او ولكن زي ما قلنا قبل كده بيتفيد الكنتراست طيب هو بقول لك هنا كلمة بالنستخدمها للتلخيص لا التلخيص دا ليه كلمات معينة زي كلمة وهكذا. اعطاء وصف العملية. ولا انك تقول حاجة معينة ملحوظة ولا انا قلت لك قبل كده. ما دام الكلمة معناها ولكن او بالرغم اي رفضة بتفيد التناقض هتختار لها واحدة من دول. اما احفظهم يا ابني عني عشان تخلص. السؤال الرابع. بقول لك بص يا برينس في حاجات كده بتريد ان تتجنبها وانت بتكتب الكتابات الرسمية. رقم واحد الحاجات دي ما تعملهاش. رقم اتنين اللي هي اللغة الغير رسمية. اللي هي يعني الغير رسمي. او انك تستخدم خب بالك انا ما قلتش اللي كدناها هنا دي معناها التناقض. لكن لاختصارات. تجنب انك تستخدم الحاجات دي ممنوعة تعملها. واخر حاجة. والابوستروفي هنا مش مقصود بالعلامة اللي هي في التلقيم. لأ الابوستروفي مقصود بها انك انت تتكلم عن نفسك. اللي هو ضمير الفاعل وكده يعني. المهم الراجل بقول لك هنا لما تيجي تكتب كتابة رسمية او تقرير رسمي. ايه المفروض انت تتجنبه. انك تقول رأيك او الاراء يعني. طبعا دي معانا. طيب لأ لا احنا لازم نكتب كل ما يكون اقصر كل ما هيبقى افضل. لازم نستخدمها. فانت حضرت لازم تتجنب انك تقول رأيك خصوصا فين يا عم? في في طب يا مستر مش انا في عندي مقال اسمه مقال الرأي وبكتب فيه رأيي انا. اه. اما انت هنا بتقول ما منوع تكتب عن رأيك ايه? لا اصدحتاتك اسمه يعني تقرير. يعني انت شفت حدثة وبتكتب اللي حصل في الحدثة. ما تقولش رأيك. انت بتكتب اللي حصل نصا. طيب لما اكتب تقرير رسمي. وما هنعب الكلام في شكاير. لأ هنكتب وترانزيشنز لكلمات الانتقالية زي كلمة وهويفر والناس دول لا استخدمهم. زي ما قلنا قبل كده ممنوع ان نستخدم الابوسترو في اي كتابة رسمية. طيب اللي هنكتب في ايه طيب. يبقى انت كده تتجنب استخدام الابوستروفي. رقم ستة يا باشا. بقول لك نقط. نقدر نقول ان المذاكرة في الصباح تبدو ان هي افضل حاجة فعالة. وهذا تم تأكيده من خلال الخبراء على مدار البحث بتاعهم. يعني في شك ولا يعني ختاما ولا الذي بدوره وعايزك تركز معاه في كلمة كده. انا تعرف من كلمة دي هي كلمة فاكر انت كنا حكيناها قبل كده قلت لك وكلمة الناس دو كلهم باستخدموا عشان اعبر عن الريزل. اوعد كلمة لسه مش فاكر. يعني عبثا. مين في دول بقى يا سي دي ممكن نبدأ بها الجملة دي. يعني انت بتقول لي ختاما ممكن نقول كزا. طيب نوعة اوعد نخدع كل الكتابات الرسمية اسمها كل المقالات اسمع بقى اللقطة دي كده. مدام بيحكي عن وصف مفصل يبقى ده. وما للنريتف ده ده حضرتك بيحكي لك ستوري بيحكي قصة. وما للارجومنتيتف ده بيقارن بين حاجتين اتنين. او حاجة واحدة ميزتها وعيوبها. الفورمل ده الرسمي. خلاص يبقى احنا كده قلنا في الايجابة رقمبية. طيب بعد كده الرجل بيقول لك لقد اعطيتك كلمتي. اعطيتك كلمتي يعني وعدتك. طيب هنا معناها تحدست معك. وعدتك. ولا بتتوقعش ان لاجي لك. ولا كان ينبغي ان تصدقني. لم قلن لك يعني اوعدتك. فاسمع الكلام بقى. طب رقم اتنين. الراجل بقول لك ايه? طلع لي الفريز. الفريز يعني العبارة. هنا بقى احتاج لننزل زي الشاطر كده. على اللي انا مجهزها لك دي. واقول لك انا من الحسطين اعرفهم. بص يا بشا. عايزك تفهم كده زي الشاطر ان كلمة دي دي معناها عبارة. ايه العبارة دي? عبارة عن هي جملة. بص هي جملة بدون فاعل. جملة من غير فاعل نسميها فريز. طب هي نوع واحد? لا يا بشا مش نوع واحد. ده هم تلات انواع. اول واحدة حاجة اسمها بري بو زيشنال فريز. هديك مثال. رقم اتنين. الناون. الناون فريز. اسمع الكلام ده وركز عشان مش هسمعه في مكان تاني. الحاجة التالتة معنا اللي هي اسمها بنسمها فرب فريز. طيب مسال يا بشا على كل واحدة من دول سريعا كده عشان احنا تنفهم ونعرف الدنيا فاقي بالزبط. هي العبارة اللي بتبدأ بحرف جر. على سبيل المسال. لما قولك مسلا دي كده اسمها بربو زيشنال فريز. لما قولك مسلا افتر افتر ذا ماتش بعد المباراة دي باسمها طيب النون فريز بقى هي العبارة اللي بتبدأ باس على سبيل المسال. اقول لك زا مان الرجل العظيم. اقول لك زا بوي مسلا الولد. كده بدأت باسمي. بقى دي اسمها ناول فريز. تبتالتة بقى الفرب فريز. انك تقول مسلا ووز ويتنج. ووز ويتنج مسلا فور ذا ماتش. ذا ماتش. كان ينتظر المباراة. طب يجي الرجل في الامتحان. يقول لك مسلا في جملة مسلا يقول لك سلمة سلمة ووز بلايينج. زا جيتار مسلا. وقل لك حدد لي يا ابني. والله سلمة دي هي هي اللي في الموضوع. الفاعل. حلو. طيب ده عبارة عن الفرب. تمام? طبعا زا جيتار. طيب زا جيتار طبعا ده اللي هو المفعول. حلو. الجملة الراجل فكرته بيقول لك ان او ان عبارة عن جملة من غير فاعل. شيل الفعل كده. زا جيتار دي كده عبارة عن فريز. طب لو سأل تلي نوحها ايه? هقول لك والله هي بدقة بفاعل يبقى دي وحدة كمان على السريع ما علش. هقول لك مسلا اي سو اي سو ذا مان اي سو انا رأيت. انا شفت الراجل اللي كان لابس يسود. زمان ده عبارة عن ايه باشا? عبارة عن فريز. عبارة عن عبارة. طيب العبارة دي فيها ايه? بدقة بالفاعل. خلاص يبقى كده دي اسمها بدقة باسم يعني. طيب نرجع كده نطبع الكلام الجامد ده على جملة حضرتك اللي قدامك دلوقتي. بيقول لك هنا في الجملة بيقول لك ايه من بك التقطلي طلع لي يعني يلا يكرمك الفريز. هرح اناقل لك بص يا باشا. مونيكا ده الفاعل. ده كده الفريز. يبقى انا هختار له مين? طيب. وما لوحدها كده تمثل ايه? والله في قروب الشمس يبقى ده كده على بعدها كده الزرف. طب مونيكا ده كده جملة نقصة. مونيكا ده الفاعل. طيب بص. بقول لك هي جاءت بهدوء. لأ. انت اشترح لك عالسريعة. انت خسران حاجة. مش خسران حاجة. عليك بتسمع. بص يا سيدي. الزرف الزرف في لغة انجليزية. عايزك تركز عشان دي وزقيقة المهارات الناس اللي بتصرخ من المهارات. ركز معي. ده هو كلمة بتصف. هكتب لك بعربي. هو كهو كلمة بتصف او بيصف الزرف ده بيصف زرف اخر. زرف اخر. وهديك مثال. رقم اتنين بيصف فعل. رقم تلاتة بيصف جملة. كاملة. طيب ما تيجي نشوف مثال مثال كده على السريعة. اولا فيما يتعلق بالزرف اللي بيصف زرف اخر. لم قوم مسلا شي يعني هي عزفت او لعبت زرف. يبقى انت عندك كم زرف يا برنس? زرفين اتنين. عايزك تعرف زي الشاطر كده. ان الظرف اللي هو ده هو. بيوصف لك عشان كده ده اسمه زرف وده اسمه زرف. طيب بيوصف فعل. اديني مسال على بيوصف فعل. اقول لك مسلا شي هي بتتكلم تتحدثوا بطلاقة. خلاص يبقى زرف بيوصف كلمة طيب المسال التالت بقى الزرف اللي بيوصف جملة. لما انت تكون في الجملة فكر لما كنا بنجيب سادلي مسلا في اول جملة. واقول لك شي ضائد من المحزنة انها ماتت ده اسمه ايه? اسمه ظرف جملة. والجملة دي او ظرف الجملة ده بقول لك ان الظرف ده بيدي معنى للجملة. يعني لما اقول لك سادلي معناها ان الجملة دي بحاجة محزنة. طب لما اجيبسلا في الجملة اقول لك مسلا اختار يا سي دي نقط شي باصد. زي اجزام. زي اجزام. هتختار انت بقى يا سي دي سادلي اللي هي ظرف جملة هو. ولا فورش. ولا ان فورش نتلي. هروح نسألك سؤال. شي باصد زي اجزام. دي حاجة محزنة? لا يبقى مش سادلي. طب حاجة من سوق الحظ? لا. خلاص دي حاجة من حسن الحظ. يبقى وده اسمه ظرف يا جدعان? عندك حاجة كمان كده? اسمها ظرف الحال. اللي هو اسمه او ادفرب اد. ده اللي بوصف الحال. ده اجابة على سؤال بكلمة لما تقول مسلا شي بادلي. يعني هي لعبت او عزفت بشكل سيء. لو انا سألتك لو انا قلت لك كيف عزفت? هتروح انت قيل لي بادلي. بادلي دي كده اسمها حلو. النوع التاني من الظرف يا سيدي. النوع التاني اللي هو اللي هو زرف المكان. اي حاجة بتشغل المكان. عشان كده لما اقول لك تعالى الى هون. او ازهب الى هناك. فكلمة وكلمة دول بنسميهم ظرف مكان. طيب. مسال او الحاجة اللي بعد كده بقى عندك حاجة اسمها آآ اللي هو ظرف الزمان. ومن اسمه كده. زمان بقى. فلما اقول لك مسلا ياستر داي ياستر داي كلمة ياستر داي دي اسمها طيب الحاجة اللي بعد كده عندك نوع من الظرف وده مهم بقى اللي هو ظرف الدرجة. اسمه ظرف الدرجة. ده بيبقين لك درجة الشيء. لما نقول مسلا هي لطيفة جدا. درجة اللطف جدا. فعشان كده كلمة سودي اسمه وزيهم بقى اللي انت عارفهم ومتش وقبت. خب بالك ما تهبتش مفيش قفيوه بس. وقلط مش الناس دول اسمهم ظرف درجة. طيب وفقا لللي انا قلت لك بقى دلوقتي حضرتك. تعالا نحلي كده مع بعض الجملة دي كده. الراجل بقول لك هو جاء ببطء. كلمة ببطء ديت زرف. بس ينوع ايه ترى اسأل كده كيف جاء? يبقى مدام ده اجابة لسؤال بكلمة كيفة او كلمة هاو اعرف ان ده طيب 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 اللي هو الوقت ودي جلزة ما قلنا الدرجة. لما بقول لك انه بريغراف بص معايا. عايا بتعرف ان دي كلمة بمعنى التوبك سنتنز. التوبك سنتنز دي اللي بسموها دي اللي بسموها دي اللي هو التقارير اللي ده نوع من انواع الجمل. برضو مش وقتها دلوقتي نحكيها بعدين. النريتف ده الروائي اللي بحكي طيب وما الاكسبلاناتوري دي من يعني شرح. ومن اسمها كده يعني بيشرح يعني بدي معلومات في احفظ. ان بيديني معلومات عن موضوع معين. طيب ركم خمسة. فاطمة. فاطمة. آآ نورت بقول لك فاطمة عملت ايه على رجل واحدة وبعدين التانية يبقى هي بتعمل الحجلة زي ما بتقول في مصر كده اللعبة اللي اسمها الهوب. يبقى نختار كمدي. يعني فضلك تقفز على رجل واحدة. طيب هو بهواية وهوب يعني يأمل وهوب يعني تقامل او تمنى خبالك بيه واحدة. طيب بمناسبة عايدك تفتكر معايا زي الشاطر. انت عندك في المنهج تدهت كلمات مروا علينا في المنهج على بعض وكده فيهم وحوارات دي. اول كلمة معانا حضرتك انت اكيد عارف او خلينا نخليها بس فعلي كده. ويه? يبقى عندك التلاتة دول معناهم يتهم بيه او يدين بيه. طيب جملتنا بقى ملاش حواقة بالحوار ده خالص بس انا حبيت اقولها لك. طيب اشتكى. الرجل اشتكى انه لم يحصل على ايه عادلة? دي معناها محاكمة. وعلى فكرة معناها تجربة برضو من كلمة راعي. يعني يعامل. عارف هي لو مكتوبة كنا فكرنا فيها. طبعا بتاع الفيلم وكده وانت فاهم الحوار ده. طب فانا كان ممكن اقول لك الراجل لم يحصل على محاكمة عادلة او على معاملة عادلة. بالمناسبة كلمة احفظها بقى بالمرة كده يعني يشكو الى. طب يعني يشكو من او بشأن. طب بيجي بيجي بعدها جملة كاملة زي ما انت شفت قدامك. لسه كنا بنحكي تشارج سامون وز اكيوز سامون اوف كونفكت سامون اوف. هما متهمين بي. دي عقوبة او اوفنس يعني عدوان او عقوبة ممكن تؤدي الى عقوبة الموت اللي هو الحكم بالاعدام يعني. يعني يعني سرعة وسعادة. وبرشر الضغط. لكن هما متهمين بالتريزن اللي هو الخيانة. بقول لك اي اسمع. بقول لك ان جون بدأ يكبر في البنطرون بتاعه. يعني بدأ الوقت يكبر والبنطرون صغير عليه. فاحنا محتاجين ان احنا نعمل ايه? نطوله. كلمة يعني طويل. دي معنىها الطول نفسه. ده فعل بمعنى يطول. زي كلمة يعني يقصر. طيب. بقول لك ما عرفتش هي مين? كانت لابس الماسك فعشان كده كانت بالنسبة لي يعني لا يمكن التعرف عليها يعني يمكن التعرف عليه يتعرف عليه يتعرف على معناها بشكل معروف. فحضرتك بتقول ان يعني لا يمكن التعرف عليه. عارف انت لما تقول مسلا ان ان لما روحت بلدنا لقيتها متغيرك تماما البلد كانت والليام يكون سهل التعرف عليها. قواعد بها تراكمية على الروابط. بنخسر بنفقد مية سبعة وتلاتين فصيلة كل يوم. اللي هو الغابات المطيرة. تصحر يعني التصحر. فانت عايز تقول الكلمة انت بتقول احنا بنخسر مية سبعة وتلاتين فصيلة بسبب التصحر. طب بسبب يعني ايه? يعني 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 كنتيجة. عارف لو كنا اخذناها. دي معناها بينما بتفيد التناقض يعني بتاعت وبص اكتبهم كمان مرة محناش خسرانين. او كونت راكشن. قلت لك مليار مرة اوعى لخبط الكونت راكشن في الكونت را ديكشن. في فرق بينهم واقسم بالليل في فرق بينهم شاسع. الكونت راكشن يا برينس الكونت راكشن ده اللي هو التناقض. لكن دي الاختصارات. اوعى لخبط الدينة ببعضها. طيب ارجع لجميلتك بقى. جعل السيارات اه اصغر. اسمع كده عربي بقى. اسمع عربي عشان الترجمة العربي بتحل. جعل السيارات اصغر هم هيخلوها افضل في اشكال كتيرة. يعني هيخلوها اصغر وافضل. يبقى انت عايز تقول بالاضافة الى. يعني انت عايز حاجة بتاعت اضافة لايك يعني مثلة. مجرد ان لذلك معناها بالاضافة الى. اوعى تلخبط بين وبي صايد في فرق شاسع. دي معناها بالاضافة الى دي اخت اللي هو معناها بجوار. طيب ارجع كده لجميلتك بقول لك انا بعتزر على التأخير. كلمة دي احنا مرنا عليها في منهج من قبل كده. السنة دي. وقلنا ان دي ده اهي. بتساوي كلمة بوست بون وكده جاي في متحان سنوية عام قبل كده. بوست بون وديلي وبوت اوف. طيب. المهم. بقول لك انا 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 بعتزر على التأخير. يعني يطرد بتساوي كلمة وهم لتنين معناهم يطرد. بقول لك ايه? انا اعتزر عن التأخير. اي كانت اجري ذات. برغم ان انا برغم من ذلك انا ما اقدر شيء. اتفق او اوافق على ان الموظف يجب ان يطرد. بداية انا مستنا مش عارف اختار الاجابة دي ايه? هقول لك على حاجة اللي بيجي قبلها فصلة. وبعدها فصلة هي هوفر. وش كده? طيب رقم ترتاشر. بقول لك انا هعمل وقبي. بقول لك انا هعمل وقبي. واخد شاور. وي يعني اديني اد يا باشا عندك اهي. ادي اد. طيب امال ايدي سولي ذلك وبطوة لكن جملة اين من التحت دول. اختار رقمها. اختار الرابط المناسب اللي ينفع بينا ربط الجباتين دول. بقول لك يو مست ويرك هارت. يو نات وين. بقول لك ايه? انت يجب عليك ان تعمل بجد وإلا لم تفوز. بص يعني برغم. بالرغم من انا. زو اخت ولكن انت عايز تقول وإلا يبقى وعند دي عايز اقول لك على ملحوظة قلتها قبل كده واعيد واكرر مرة ثانية. عايزك تعرف ان كلمة كلمة دي بتساوي كلمة لو المعنى وإلا. طب لكن انت عايز تقول ام او او اللي هي بتاعة التخيير ما ينفعش غير خد لي مسال على السريع كده عشان يبقى احنا فاهمين احنا بنعمل ايه? انا بقول لك زاكر بجد وإلا حتسقط السنة دي. دي معناها وإلا. خلاص يبقى هتساوي مين? هتساوي لكن انا بقول لك بقى شاي ولا قهوة? هتختار هنا ولا تختار ولا هما يتنين لقى هروح انا بقلبي جامد كده اقول لك ليه? اصلا في هنا تخيير بخيات تشرب شاي ولا قهوة. اتكس في الكلام ده. الكلام ده حيفيدك ارجع بقى لجملتك الجامدة كده في رقم في رقم ست خمستاشر. بقى بقول لك ايه في خمستاشر? انا عايز الغلاط. اول جملة بقول لك دي كم اخد بالك هو كان متعبا لكنه خرج للتمشي مظبوط. طب دي مظبوطة وهحكي لك قصتها دلوقتي. طيب بالرغم انه كان متعبا هو خرج للتمشي مظبوطة برضو. طيب دي غلط. طيب انت قلت لي في قصة هتحكيها لي. فين هي القصة? تعال ما حكي لك قصة عارفك انت بتموت في القصص. بص يا برنس. عايزك هقول لك القصة هقول لك هنا تلات ملاحظات. والباقي هنقوله بعدين عشان انا عارف انه هطول معك كده وانت هتعمل. بصلي كده دي الشاطر بسم الله الرحمن الرحيم. عايزك تعرف انك ممكن تجيب صفة. او زرف. وبعدين از. وبعدين فاعل. وبعدين فاعل. طب دي رقم واحد. طب معناها ايه? معناها برغم. طب التانية. انك تقول هاو. وبعدين تجيب بعدها صفة. او زرف. وبعدين فاعل. وبعدين فاعل. التالتة بقى والاخيرة. انك تقول لي. وبعدين اسم فاعل فاعل. ودول كلهم كده دي معناها برغم والتانية دي برضو. معناها برغم لكن دي معناها مهما كان. طب ما تيجي نضرب مسال عشان احنا بنسمى بتوع مسال عشان نفهم احنا بنعمل ايه? بص يا برنس. انا عايز اقول لك برغم كونه غني. برغم كونه غني لم يستطيع ان يشتري سيارة. والله انا عايز كلمة ايه الاول الصفة اللي هي غني. فرعاية لك وقول لك بقى. عارف انت لو ركزت معايا كده في الجملة دي. هرح اتلاقي انت بدأت بصفة اللي هي وبعدين الفاعل هي الفاعل ووز. وانا الخدت الفعل لانك بتقول يكون غني. طب خلص كده. عايز اقول لك برغم كونه ضعيفا هو ضربا يبقى روح انا اقيل لك يبقى ضعيف اللي هي ويك. فاروح اقيل لك واعملكم اقول لك اكمل الجملة بقى هي هات مي. طب انا عايز نفس الجملتين دول اعملهم على هاروح انا اقيل هم هنعمل مسا بتاعت غني. الصفة الفاعل هي الفعل ووز وهكمل الجملة. طيب. انا عايز اعمل الجملة بقى فيها ظرف. عايز اقول لك برغم انه ادى بشكل سيء هو فاز. فروح انا اقيل لك انا عايز بشكل سيء ان ركز كده اخد بالله دي كاما. انت قلت لي اي بقى اركز في الجملة عشان تفهم. انت قلت لي نبدأ بها ظرف فاعل فاعل. طب انت شمع ان اخدت لان انا عايز بالعربي هقول ادى. طب انا عايز اقول لك لعبة هقول لك عادي. طب ينفع ان شيل دي. حط مكان نصفة اه. تقولها وكمل الجملة. طب انا عايز واحدة من اللي هي بتاعت انا عايز اقول لك مهما كان النقود اللي انت تمتلكها فانت فقير. يبقى اللي هي الفاعل يبقى اسم فاعل فاعل. الراجل هنا في جملتنا بقى عشان يبقى انت تعرف انت بتعمل ايه هو قال لك اللي في الجملة اللي احنا بنحل فيها دلوقتي. قال لك طايرد طايرد از هي هي ووز. طيب ارجع كده شوف الكلام ده ايه مؤدى في الكلام ده. هنا احنا قلنا بركز في دي كده احنا قلنا ايه مظبوطة. يبقى انا عندي ايه وصي وعندي بي ايه وصي ودي كلهم صح انت عايز الجملة الغلط اختار له دي. اخر سؤال بص كلمة زي كلمة يعني قبلة. دي حاجة بتعبر عن الزمن يبقى اللي هما السبب اللي هما اي كلمة بمعنى لانه. زي كلمة والناس دول. طب اي كلمة بمعنى ولكن او بالرغم. زي والناس دول. طب اللي هي والناس دول. خلص الحوار. طيب تعبنا ادخل على الانتحان. اول سو قلق لك تشوز زي اول واحد بقول لك اللي هو احصائيات الجريمة ازهرت كلمة يا باشا معناها اما او بقول لك سنة نعمل لكلمة فتروح انت مختار له اللي احنا اخدنا قبل كده بمعنى تافه. زي كلمة بالزبط. من دول يا عم غلط. علي از طول از احمد صفة از اه يا باشا تمام زي الفول. احمد ازا سيم زا سيم وبعدين اسم لأ دي طول طويل صفة يبقى دي غلط. علي اند احمد علي واحمد هما الاتنين زا سيم هايت اسم اهو يبقى جميلة. علي ازا سيم هايت از احمد برضو جميلة يا باشا يبقى انت عندك صحي 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 صح. الرجل اصلا في سؤاله اللي الموجه اليك. قال لك بعد ازنك طلع دي الغلط. فانت هتروح ايل له حاضر بعد ازنك اختار لرقم هي اللي غلط. طيب ادخل على جملة رقم اتنية اترقم تلاتة. دي ممكن نجيب بعدها. مجال معين او وظيفة معينة. قال لك دكتور وظيفة يبقى قبل الساعة ما تيجي احد داشر مبارح هي كانت خلصت مراجعة. يبقى انت هتقول لي يعني ايه يعني خلصت بالفعل قبل ما تيجي الساعة احد داشر. يا حدس اولاني. فهم لك زي يعني هتحدى. هما تحدوا اه هما تحدوا عائلات وتقاليد الوقت يعني اللي هما عايشين فيه العصر اللي هما عايشين فيه عن طريق ان هما عاشوا مع بعضهم وزاوت غير ما يكونوا متجاوزين. كلمة تحدى هنا. عايز سين انا مليها? حاضر يبقى رقم تحدى. يعني يطيع يعني يغير. وسستين من يعني استدامة او استمرة. ماشي حاضر هاجبها لك. اول سؤال معنا بيقول لك. عايزة الرابط معها زان ودي الرابط زان وبعدين ما دي بسيط موجود يا باشا يبقى دي مظبوطة. طيب افتر هاد اي لا يا باشا انت بتهزر افتر دي بنجيب بعدها جملة سليمة يعني الاول شي وبعدين يبقى كده بوزل. ايه على طول من غير ده كله. يعني كده بوزلت الجملة. بعدين الفاعل. ما جابش فاعل يبقى بوزل. انت قلت لي عايز مين? عايز الجملة السليمة. الاولى دي احسن واحدة يا باشا واكتر واحدة عجباني. هي دي اللي صح. طيب رقم سبعة. بقول لك مش كويس انك تطلب منه ايه? انت مش حيمتعك لن يعني يدعمك. طيب دي اللي هو التلوث. دي المساهمة. دي اللي هي القرائنة. انك تقول مسلا يعني كلمة تيجي معا ميك ما تجيش معدو. دي اسمها ايه بقى? اسمها كلام بيجي مع بعضو. دي اللي هو التجميع او التشكيلة يعني? او التوحيد. يبقى اكيد عندك اللي هي مساهمة. رقم تمانية. البرنامج ايه? ولكن البرنامج ايه? لمدة خمس سنوات قبل ما يتوقف. اكيد فضل شغال لمدة خمس سنوات مستمر في الشغل. حلو? يعني انت بتكلم على ماضي التام مستمر? يبقى هاد منفعش افكر في مضارع? لا ابدا والله عشان عندك يعني جملة ماضي. ودي مجهول. منفعش اقول لك البرنامج اه اشتغلة. طب وضوعا دي ماضي التام معلوم بس احنا عايزين تام مستمر يبقى هاد هو كان مصمما ان يتعدى انه يحقق النجاح اكتر من زميله او من اخواته ويبقى يعني مصمما انعاقد العزم. بعد كده في عشرة. استنى كده. عشان عايزين نشيل من الاختراض دي حاجات كده نخففها شوية على نفسنا. وممكن نصف صفحة الاجابة من عالم. جايب لي بعدها ماضي. يبقى انا عايز هنا قبلها برضو ماضي. قدامك ارضي مضارع يطلعي برة. وده مستقبل يطلعي برة. وده مضارع يطلعي برة. اذا الاجابة اصبحت شكرا. موضوع سهل. وقل لك سامح ده مدير لطيف جدا. هو بيسامح ما ما تفعله من اخطائن. ما يعني خلاص يبقى يعني في اي مكان. تقول لي بص نروح بكرة نتقابل بكرة في المقهى ولا نتقابل في المدرسة. اقول لك في اي مكان. طيب دي معناها بالرغم من يعني ايا كان الشخص. على سبيل المسال انت بتقول بص اه افتح لي البيع عشان انا عايز ادخل اقول لك مش فتح لك. يا ابن انا مديرك اقول لك يعني ايا كان انت مين. مش فرق معايا باشا. طب اشتري موبايل ولا اشتري لابتوب والله مش هتفرق. ايا ما كان الشيء اللي بدي تشتريه. افتر دي عايزين بعدها الفعل مضافة يا اما ان استخدم بعدها جملة كاملة. انا قدامي هنا ما فيش فاعل ولا واحدة من الاختيارات فيها فاعل اذا عايز يبقى افتر دوينج. وخد بالك قبل ما تختارها ممكن يكون في الاختيارات افتر بين جدن. فهترجع تترجم. عموما افتر دوينج. هو انت لحظة الفاعل هنا بقلب جامد لان الفاعل هنا شي وهنا برضو شي. لازم تشتغل باجتهاد. بقول لك لان تشتغل باجتهاد لان التدريب ده مهم لك علشان تتأهل كممرض. يبقى طيب. فاربعتاشر. بقول لك ايه بقى انا ايه? لحد ما اخويا اوعد تكون من نوع اللي حافز بيقول لك ان تل وان تل قبلهم موضي بسيط من فيه ومعرفش اوعد يعمل كده حبيب. واحدة بواحدة عن نفسك. هو جايب بعدهم ايه ده? مضارع. يبقى اللي هنا يا اما هيكون مضارع. يا اما مستقبل. حلو. فبعد ازني لطلعي بره انت ماضي. وانت كمان ماضي. بقي معاك. ترجم انت بتقول انا سوف لا اغادره. الا بعد ان يعود اخي. لان انا اريد انا اتأكد ان هو بخير ان يبقى رقم سين. يجمع اللي بعد كده. يعني اخويا التحق بالمدرسة. على فكرة كان ممكن اقول لك التحق عادي. او يعني بيحضر في المدرسة. معناها بيدرس في المدرسة. وكان ممكن نقول بيروح الى المدرسة. وممكن نقول كلهم كان ينفعوا بس حروف الجرق لنشوكلة معانا. بقول لك انا عارف المدير ده بقى لي سنين قبل ما اشتغل معاه. والله في فور فانا هقول لي نفسي ده تام مستمر بس بشرط. طيب ماضي يبقى انا عايز ماضي تام مستمر بس بشرط. طيب بالفعل هنا مين? ما تجيش مستمر. ما تجيش مستمر. ما تجيش مستمر. خلاص يبقى لي جاب حاجة واحدة بس هدنون شكرا. خلصنا ستاشر جملة اختياري. طيب بقول لك نقط انا بالفعل باعرف اكتل قصص مضحكة. ناس كتير مندهشة. كمان ان انا ان هم يعرفوا يعني ان انا تعرف ارم الكورة بشكل كويس. ممكن يكونوا مندهشين لان انا بس عندي تمان سنين ممكن. في فترة قصيرة فترة قصيرة انا حققت او انجازت اشياء كثيرة. طيب. تعال نشوف كتا الجمل. انا شاطر في اشياء كثيرة. انا احيانا ادهش الناس بما افعله انا اشيك في دي. بالرغم ان انا صغير في السن انا انا برضو زكي. والانسان لابد قال لا يستسلم لما اه الطفل يمكن او الانسان لابد ان هو يعني لا يزدري او لا يقلل من شأن ما يفعله الطفل. بص في الجملة الرجال ايه. بدأها ازاي? قال لك انا بعرف اكتب قصص. وناس كتيرة مندهشة. ان انا كمان بعرف العب كورة. بالرغم ان هم مندهشين كمان لان انا اصلا لسه سن صغير. فالموضوع كله اندهاش يبقى كده رقمبي زي ما اتفقنا. اللي هي ايه? ايه? عشان نلخص النتائج. تعال نشوف كده واحدة بواحدة. من الواضح ان اه دي تنفع. وهذا ربما يعكس دي لما نيجي نقدم الموضوع خالص لما نقدم نقطة معينة. انت شايف ان هي مسيرة او ذات اقيمة او ذات اهمية. طيب. هنرجع بس من الاول كده. وعايدك تركز معايا في التلميتي اللي اقول لك. ده كنا بنستخدم حتة دي امتى? لما نيجي نفسر الاسباب اللي حصلت. ايه انت اسا هتفسر? انت كده مش بتلخص. يبقى احنا كده استخدمنا مين? قلنا انه من الواضحي من الجليئن. طب في تسعتاشر. بقول لك ايه اللي معموله ترقيم من دول صح. امسك لي واحدة بواحدة كده على مهلك اول اول واحدة. طبعا الفصلة موجودة بعد تبقى 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 يا رامي في هنا كما يبقى دي غلط. طيب هنا. لما احنا تبقى تبقى بوزت. طيب وعمل لي كما وفتح الاقواس وعمل لي سؤال يبقى دي مزبوطة. نسي يعمل الكما يبقى دي بوزت. يبقى الاجابة كده الصحيح على رقم سي. ادخل بعد كده على القطعة وتعال ركز واحدة بواحدة كده. ونشوف الموضوع ده بيحكي عن ايه? بيقول لك الاعراض العلمية بتاعة الامراض الزهنية لاها علاقة بي او مرتبطة بي محاولات الانتحار. يعني محاولات الانتحار والانتحار اللي بيحصل فعلا. شعور بفقد الامل. انك مش قادرة تتخيل الامور هتحسن في يوم الايام وتبقى البنية اخر حلاو. الموضوع ده شائع جدا في الناس اللي عندهم اكتئاب واللي بيحاول انتحروا. احيانا احيانا هذه المشاعر كان بي ديو تو بيينج بوليد. احيانا الموضوع ده بيكون لانك انت بيتم التنمر عليك. بقول لك ان الموضوع ده كل رجال كزا حاجة. اولا حد تنمر عليك. حد اعتدى عليك. اللي هو الاختصاب. اه نتيجة لصدمة ما. مستر انا معرفش هترجم ولا كلمة من دول. اعرف يا حبيبي ان دول الاسباب اللي انت ممكن تفكر انت حار بسببهم ما بينها. ان دي حاجات انت مش عارفها ومش ليه تكون عارفها اصلا. يعني انت بقدان الامل في انك تقادر على انك تساعد نفسك. يعني شعور انك انت مش عارف تغير الاشياء او ان عندك مشاكل ما انتش عارف تحلها. ده برضو من الاسباب اللي بتقدير انتحار معدلات التوتر لكن معدلات التوتر اللي هي علاقة برضو بمستوى الانتحار الناس اللي حاسين طبعا انت غرات الاسئلة دي اللي هي علاقة بالاسئلة هو الناس اللي حاسين ان هما منعزلين الناس اللي بيكونوا بيشعروا بالوحدة بيحاول ان هما ينتحروا برضو. بنفس الشكل. بقول لك المحاربين اللي في الجيش يعني. الناس اللي كانوا بيخدموا في الجيش في فترة فيها حرب. بيكونوا في خطر كبير من الانتحار. الخسارة. هي برضو الخسارة هي سبب الناس بتفكر فيه او بسببه. يعني الخسارة دي حاجة بتخلى الناس تفكر في الامتحار. اللي هي مين? الخسارة. ايت عايدة على الخسارة هو. ممكن الخسارة دي تكون خسارة صديق او اسرة او فرد من اعضاء الاسرة او شخص محبوب او شخص محبوب. الاخارين انت مش عارف عن ايه؟ اعتبر انك مش عارفها. الاخيرة ممكن يكون فيها الانفصال او فقدان العلاقات الرومانسية يبقى اكيد سبب يبقى دي كده معناها سبب. سبب الاخر انه ممكن يكون ان انت حصل انفصال بينك وبين اللي بتحبها او فقدان العلاقة الرومانسية انتقال لمنزل اخر فقدان المنزل اللي انت مش عارفها وانا هتعمد ان مش هترجمها. طب ليه عم? لما نطلع بس عند الاختيار عشان نشوف. عشان هو طالبها من دلوقتي. بقول لك انك خسارة او ستيتس او الوضع المكانة والاية ترى في خسارة فقدان الحرية. ممكن يكون خسائر مالية زي ما يسعني انت ضيع وظيفتك او بيتك او البزنس اللي انت تشغل فيه. بعض الاعتقادات الدينية المعينة. ممكن تؤثر على الناس وتخليهم يرتكبوا الانتحار بعض الاديان ممكن تخلي الناس يشعروا يعني يتسيب الناس كده بشعورهم بالزنب في اشياء هم عملوها وممكن تؤدي بيهم الى انهم يعتقدوا ان ده ربنا مش هيصبحهم. بعض الافراد ممكن يعتقدوا ان ان تضحية بحياتهم سوف تكسيبهم جائزة مثل مسلا ان هم يروح الجنة وكده زي الارهابيين ربنا هديهم ما بعملوا. اول سؤال. وفقا للقطعة. مين اكتر ناس معارضين هما يرتكبوا جريبة الانتحار. اللي بيفوز حينتحر ليه اللي بيفوز ما هو ربنا فتح عليه. اللي عايشين مع حواليهم ناس تانية ما هما هو مسليين او اخر حلاو. الناس اللي بيقدروا وبيشكروا لا هينتحر ليه ده مجنون. اكيد اللي بانتحر ده اللي بيحب انسان والانسان ده يفقد فبينتحر. وفقا للقطعة. ايه نوع الخسارة. انت خسرت شغلك. ده نوع ايه بقى? رومنتك يبقى دي علاقات. دي زهني. يعني ديني. اكيد دي فينانشال. ما هي بزنس بقى وكده. اللي بيخلي الناس يرتكبوا الجريمة الانتحار علشان يتخلصوا من زنبهم. زي الحرية اللي ما عايشين فيها. زي فيه الظلم. انت كده ما حدش ظلمك. ولا حبهم لنفسهم. زي الاعتقالات الدينية اللي بتبنوها. وقال دي فوق هنا في الصفحة هي. قال لك بعض المعتقلات الدينية ممكن تخلي الناس يحسوا بالزنب فينتحر عشان ربنا يغفر له. ليه الناس بتعود او بتلجأ لمحاولات الانتحار? عشان يتهربوا من الموت? هو كده موت نفسه. توجد وهل عشان يروح النار? لأ. عشان الوحدة. او العزلة. طيب بعد كده. قولنا ادي بتشيل الخسارة لص ما اتفقنا على كده. الكلمة انت قلت لي يعني او الوضع حالة وكده. الطرق دي الامتياز اللي هو حالة آآ عدم التقدير يعني. ساد نسل الحزن الوحدة او التوحيد بين الحاجتين اتنين او الجامع بين اشياء. اكيد الوضع والامتياز اللي انت بتحصل عليه. وضع انت عندك عربية وكده فده امتياز عن الاخرين فبنخليك تمتحر. بعض الخسائر ممكن تؤدي الى السعادة ولا سوسط الانتحار ولا اللي هما السعادة وكده وبتاع. يبقى اكيد آآ الانتحار. طبعا دي جويلس لو عدم السعادة وعدم الفرح. اللي بيكون خاسر شيء بيؤدي الانتحار. ده وفقا للقطعة. ما انتم ممكن قول نفسك ما ممكن يؤدي لجويلس لو احد ما يكونش سعيد يا مستر. ايوه بس هو في قطعة قال لك الناس اللي بيعندهم خسائر بينتحروا. اديني سبب معين او اديني عنوان معين للقطعة دي. ماشي. تعال نشوف كده. اول واحدة. اسباب الانتحار ايوه. بحكالك عن اسباب الانتحار ان في منها مالية وفي منها فقط الاشخاص وكده. فواد الانتحار ولا نتائج الانتحار ولا عيوب الانتحار. لا. هو بتكلم عن آآ اسباب الانتحار. القطعة التانية كيوتة جدا برضو زي الاورانية والطف منها. تعالى نشوف بيقول فيها ايه كده. بقول لك. بقول لك. ربما انت تكون عايز تصور صور بس انت عندك افكار محدودة على قدك بموضوع التصوير والصور. انا بقترح ان انت. بص حواليك. العالم اليومي. مليان بالمشاهد. مليان بمشاهد اللي بيشغلها يعني او بيوريها لنا الفنانين. انت ممكن تكون محد الصبح على مئات الصور وما خطيش بالك من ولا واحدة منهم. اخر نار تلقاها في الجريدة وعمل ترند. معرفش مين كده. معرفش ايه كده. بقول لك ان المظهر او الاتجاه الواقعي انك تصور صور واقعية يعني. كان في ناس كتير يعتقنقوه منهم عمك وعمك بل. بس وانت ببص على الشغل كده او على الصورة اللي الملتقطة دي انت بتعلم حاجات كتير جدا من الاخرين. بقول لك ان اي نجاح انت عايز تنجح فيه في الجال ده بيجي لك ازاي من خلال انك تطور تقنية خاصة بك انت يكون عندك القدرة والمهارة انك تصور. زمين المطلب الاساسي. بقول لك ان المطالب او المطالبات الاسية لاي انسان مش مهم قوي فيما يتعلق بالجانب التقني. يعني كاميرا تبوز او كده. لازم يكون عندك وعي بالمجتمع او العالم حواليك. والناس اللي ساكنين في المجتمع ده. لان نتعلم نتلاحز امتى الموقف ده? امتى الموقف ده هيتطور? فهيجي فوقت معين كده تتطر انك تصور الشوت اللي يشهرك. الناس اللي بحسوا عن حاجة زي كده. بقول لك الناس اللي مستعدين دايما وبيرقبوا الامور حواليهم بيكونوا مستعدين وجهزين لما تيجي لحزة معينة حلوة مناسبة يصوروها. وفي سانة اروح ما اطلع على الكاميرا وضرب الشوت. اما الناس التانين بقى اللي هم مش في دماغهم حاجة ومش بيرقبوا الدنيا حوليهم. فالناس دول هيكونوا ماشيين طول النهار بالكاميرا في الشارع ومعهم اللينس اللينسز يعني والغطى بتاعها وما بعملش اي حاجة مفيدة. طيب اللي هما مصنعي الافلام بقول لك ان المصنعين بتقول الافلام دول ممكن يكونوا مبسوطين على يعني بنظرية ان الشخص الغير خبير ده ممكن يكون قاعد ومستمر بيستنى عشان يلتقط الصورة برغم انه مش خبير بس هيبسطهم لانه بيستنى اللحظة اللي هيصور فيها. الاف الالاف بتتدفع في الكاميرات. ومع ذلك يستمر البحث. يعني برغم ان الكاميرات العالية الجودة موجودة احنا لسه بندور على المشهد البردو اللي نصورو. زي اللي هي عيدة على مين? ع البروفيشنالز او عندما هم لما هما يكونوا بعيدة عن تصوير. مش كل صورة هتصورها حضرتك هتبقى هي الفائزة. لو انت بسط على اي صورة من افضل الصور اللي اتقطها حد معين. زي هتلاحز ان هو اتقط الف صورة في تسعمية تسعة وتسعين صورة منهم عدوا ومساحهم تاني لما يوصل الصورة الالف اللي فازت. اه زي هو طول النهار قاعد يراقب عشان يجي له شوت معين محترم يعني يعمل به الصوت. انت ممكن تلاحز اصلا انك انت صورت حضرتك بعدما الوقت المناسب عدس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. في اكتر من صورة موجودة. ولكن انت ممكن تضيع فيلم كامل عشان تلحق عشان تشاهد اللحظة اللي معنى ايه انت عارب اكيد زيت قيمة ثمينة والكلمة دي موجودة عندنا في المنهجة شفنا قبل كده. قابل هنشوف اول سؤال كده اقول لك اه 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 ازاي انت ممكن تبقى يعني مصور للحال الواقعية بشكل محترف. انك تفرج عالناس اللي بيصوروا منطقة كده ما استفدتش. وهو دي اللي قال لها ولا انا عملت عليها بالاحمر هنا لو انت خدت بالك انك تطور اسلوب لنفسك تصور بيه. طيب لما اتعلم عن الناس المصورين المشاهير. ولا انك تفضل طول نهار تصور زي في الفاضي. لا. انك تراقب اللحزة المهمة ويكون عندك مهارة انك تصور بعد ما تتوقع ان الحاجة هتحصل. افضل الصورة في الحالة الواقعة تعتمد على ايه? انك عندك كاميرا حلوة قال لك فيه الاف الالاف انفقت على الكاميرات ومع ذلك لسه الناس ما تصور وحش. انك تبقى عندك القدر انك تعرف تخمن ان الصورة ان الموقف ده هيتطور بعد ثانيتين اتنين فنطلع على الكاميرا بقى ونجهز. رقم تلاتين. ضياع الفيلم في الحياة الواقعية في التصوير في الحياة الواقعية دائبة بقول لك ده موضوع ما يعني ما بحضاء ما بحصلش غير عند المصورين اللي هم اللي هو. لا طبعا ده قال لك انت ممكن الفيلم الكبير اللي مكلف مليارات يترمي في الآخر في الزبالة. هو ده. انك انت ممكن تصور صورة وتمسحها يعني ما يقصوا بكده. اضاعة الافلام اللي تصورناها في الحياة الواقعية. ده شيء ضروري عشان تعمل صورة كويسة. طبعا ده غالي. هو سبب الاختيار السيء للسابجكت غلط. ايه اللي ممكن يكون اكثر ما يكون ناجحا. وزاود انك تصور ما غير ما تكون مستعد في الفاضي. هي دي. الراجل قال لك انك بتصور عاد كبير من الصور لحد ما توصل للشوت المناسب ويبقى هو ده وده اللي هيفوز. حتى هو قال لك فوق مثال ان الراجل اللي انت بتشوف صورة وبتعجبك فيه قبلها مئات الصور اتحزفت. طيب طبعا هنا في رقم انك تخلق موقف انت هتعمل موقف تصورة تتشتغلنا كده. اه انك تصور صورة واحدة برضو قال لك لأ. النص ده ممكن نكون ده ممكن يكون واخدينه من ايه? يعني بتكلم عن تاريخ التصوير ولا اعلان للفيلم ولا مقدمة في علم التصوير وكيفية التصوير بنجاح اكيد رقم سي. كلمة اللي قلنا معناها الثمين او زادة قيمة دي معناها معقد ولا اه يعني صارم او او الشديد يعني ولا يعني حي او نشيط ولا بالقيم. اكيد ولا واحدة ما ننتعرفها بس انت اكيد خمنت على بالي اقول. المصور الجيد لازم يكون ايه? قال لك لازم يكون واعي بالعالم حول عند اوارنس. طبعا دي فراغ وهزدنت اللي هو متردد وسيريس يعني خطير اوجهات. الفوتوغرافر زي عام المصورين دول دايما بيلتقط الصورة السمينة قال لك لأ ده بطلع عينه. وهو ده اللي قاله فعلا. ربما يهدوا الافلاما جثير عشان يوصل للشوت اللي هو عايزوه. عمرهم اخدوا صور نجحة. ولا دايما بيصوروا الصور اللي غير ملهاش لازمة. طبعا احنا خدنا رقم بيه. طيب الجملة اللي بعد كده العناكب. بتاعت العناكب دي. بقول لك هو نوع من حلم هتنزل تحتها هتلاقي جايبها لك كلها العناكب. الفوبيا العناكب. الزفير هو الخوف من العناكب. العناكب بالرغم من ده كله فان هي يعني شيقة يعني وملحوظة ومميزة. ما خلقات صغيرة ملحوظة ومميزة. ممكن تكون موجودة في كل مكان. سوى باحجام كثيرة ومتنوعة. تعانيش باول واحد. ده رهاب العناكب اللي هو الفوبيا العناكب او الخوف من العناكب. هو الخوف من العناكب والرغم ذلك فان العناكب مخلوقات صغيرة شيقة ومتميزة. يمكن ان تتواجد العناكب في كل مكان وباحجام مختلفة عديدة. رقم ايه دي صح? طب رهاب العناكب هو الخوف عند العناكب ورغم ورغم ذلك فان عناكب مخلوقات صغيرة شيقة ومتميزة تتواجد في كل مكان وبأحجاب مختلفة عديدة. يبقى انت كده عندك حدة عنده دي بايزة. انتباهي كمان هو قال لك هنا تتواجد. برون في الجملة الاولانية اصلك قال لك مين مين فين فين كان بي فاون ربما توجد. يعني كده بازد برضو. هو قال ربما. ما قالش يقينا توجد. طيب رقم جيم. بقول لك رهاب العناكب هو الخوف لرؤية العناكب. ما قالش رؤية دي خالص. ورغم ذلك فقال العناكب مخلوقات صغيرة شيقة ومتميزة. يمكن قال لك توجد هو فوق قال لك توجد يبقى كده بوزد. رهاب العناكب هو الخوف العناكب وبسبب ذلك ما قالش هو سبب ذلك دي خالص. آآ ويمكن انتم عالف العناكب في كل مكان وبأحجاب مختلفة عديدة يبقى احنا قلنا كده بسبب ذلك دي زيادة فانطلحها برة. سبعة وتلاتين يا باشا اللي هي جملة الترجمة التانية. بقول لك تحس هناك الاديان السماوية عن ضرورة النظافة الشخصية في الجسد والملبس. في الجسد والملبس. لانها تساعد الانسان على اكتساب مظهرا حسنا مقبولا. طيب تعالى نشوف. في الهياء الدين السماوية يعني تحدثت عن ضرورة. اسم. ودي برضو برة. من اولها كده يبقى الاتنين دلطاع. طيب يعني اما او الرجل قال لك ايه? الجسد والملبس. يعني في الاتنين. يبقى دي برضو المفوض يبقى هو دي بوز. يبقى انت كده الاجابة الرقم دي اللي صح. تعال نتعلم لحل السؤال ازاي? اولا عايزك تعرف ان السؤال ده الراجل بيقول لك يعني في رأيك انت. مايت هاب هابنت. ايه اللي ممكن يحصل لو جو راح للمدرسة. بص يا برينس. تعال نتخيل كده. هو جو ده اصلا ما راحش للمدرسة وبالتالي طالع حدد. فانت هتقوله بقى لو جو ما راحش اه اه لو جو راح للمدرسة يبقى اف جو رقم واحد. لما كان حددا. رقم اتنين. ربما يتزوج امرأة متعلمة. رقم تلاتة. ربما ان هو سوف لا يكون ذلك الرجل للفقير. طيب الجولة التانية. وانواقف قدامها كنت ملاحظ دايما ان الساعة وقفة عالساعة تسعة. توقف الساعة ده بيشير لايه? بص يا باشا. ساعة ايه دي? ساعة المسها في شام اللي بيحكي عنها. المشهد ده لما يكون اه بيب وقف قدام الساعة لقى هوقفة عالساعة تسعة ومتربسة على كده. طيب ده بيشير الى ايه? او بيديك انطماع عن ايه? زات مسها في شام زلايف ستوبت. اتزا مومنت هير هازبنت هير. يعني حياة مسها في شام توقفت في اللحظة اللي سابها فيها زوجها او هير فيانسي. رقم اتنين. زات مسها في شام. ان هي فقدت الامل في الحياة. وان هي هتعيش عالذكرى طول حياة. الموضوع سهل ولطيف. طيب يحكي لي عن يا شباب اكتبوا لو سمحتوا بقالات وفرجونا عليها. اكتب المقال فاشكولك وصور الورقة وابعتها لي على الخاص وانا هاعلمها وبصلك عليها كده. واقول لك على الفيتباك. بقول لك الراجل بتكلم عن النساء المميزات اللي الهموا الكثير من الشباب في المجتمع. عشان اكتب موضوع جدا ما نفعش ادخل عليه بغباوة. براحة كده. هروح اي مجتمع في العالم. هو عبارة عن مجموع من الناس. هؤلاء الناس كان ممكن يلهموا بعضهم البعض. الشخص الذي يلهم الاخرين ربما يكون امرأة. هناك الكثير من النساء التي الهمنا. الهمنا يعني. من بينهم ونروح ايه له خمس ستة اسماء. ونروح بعد كده مستخدم اسم واحدة منهم واحكي عنه. يفضل انك تكتب عن حد انت عارفه من العلماء المشاهد اللي انت عارف عنه اسماء. ممكن تكتب عنه مسلا ممثلة ممكن تكتب عن علماء. ممكن تخترع اسم وتكتب عنه بس خليك منمق في كلامك. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر